نروح مع بعض الموضوع حالاتنا النهاردة في نهارك أبيض ويمكن زي ما انت عارف نالة الزمالك خلاص وصل لدول المجموعات في الكنفدرية كسبنا السوبر الأفريقي الحاجة الوحيدة اللي ايه نالة زمالك محققاش السوبر المحلي في طبع طبع انت حققت من ثلاث حاجات اتنين وكنت ممكن انت حققت معلامة ممتازة طبعا اه بالضبط فموضوع حالاتنا النهاردة يعني قيم انطلاقة موسم الزمالك من عشرة ايه نصحتك لالعيبة والجهاز الفني قبل بداية مشوار الفريق في الدولة ان شاء الله يوم الجمعة القادم تعالوا كده دلوقتي ناخد اراءة ورسائل جمهورنا على السوشال ميديا لسه رسائل مش جاهزة معنا طب نكمل كلامه باكد ناخد اراءة جمهورنا اه كابتن خالد يعني عايز اقولك ان الفترة الجاية برضو في نهار زمالك اتبه فترة مهمة جدا اتبه فترة صعبة جدا اه جمهور اه مبسوط من اداء اللعيبة ومبسوط من روح اللعيبة لكن الجمهور عايز الدوري طب جمهور مبسوط بس متحفز للبداية متحفز انك ترجع تاني تاخد الدوري زي ما اخدتم من سنتين اه الجمهور بيبقى صامت فترة لكن بعد كده بيبدأ طبعا ايه يزوم يعني لو حسن حلال روح انت اليوسف حسن بيقول كنتم رجالة تستحقوا مننا كل التحية والروح الروح بتجيب بطولات بداية مباشرة جدا جمهور الزمالك كلها في ظهركم ومعاكم دايما وعايزين الروح دي لان الروح دي هي اللي بتجيب البطولات وبنشكر مستر جومز على تغيير شكل اداء وخلق الروح داخل الفريق وبالتوفيق فيما هو قادم احمد سمير الزمالكاوي بيقول من وجهة نظري ان الزمالك يعني بيمشي بخطة ثابتة ومميزة من اجل تقديم موسم قوي ومميز ان شاء الله الزمالك هيكون منافس شرس على كل البطولات هذا الموسم لان الاداء بيدل ان الزمالك بتصاعد وخسارة بطولة برقلات الترجيح متقللش ابدا من الاداء العالي اللي الزمالك قدمه خلال الفترة الاخير زكريا بنصبح عليك زكريا بيقولنا نديهم عشرة من عشرة عشان العيبة رجالة والمطش الاخير ده ما يقللش بينهم خالص ان كله توفيق من عند ربنا سامح عزت صباح الفل عليك يا سامح وبيقول يا صباح الفل على ابطال السوبر الافريكي ان شاء الله بداية موسم قوي ياليك بنادي الزمالك كلنا معاكم وانتم فريق ابطال وعد التحدي معانا العيبة رجالة ومدرب قدير واجه مهور مفيش زيه في الدنيا ان شاء الله بداية من الدوري تكون بداية قوية لموسم رائع وان شاء الله الدوري زمالكاوي في ميت عوبة وعش الزمالك وجمهوره العظيم احمد فتحي بيقول بصراحة معدار شلوم اللعيبة خالص عملوا اللي عليهم اهم حاجة يركزوا وتكون بداية انتفاضة الزمالك مش كسل ولا تراخي بالعكس تكون نقطة قوة وانا واثق بوجود عبدالله السعيد بالذات لأمر هايختلف والزمالك هيكتسح البطولات خلال الموسم اللي هيبدأ وافتكروا كلامي كويس ان شاء الله يا احمد نفتكر كلامك ان شاء الله بإذن الله كل العيبة تعمل كل اللي عليها خلال الموسم الجديد في الدوري وفي كل البطولات اللي ان شاء الله اللي نادي الزمالك هيشارك فيها اشتركوا في القناة